تألف السياسة مختلف عن معيار الاهل وذوي القربة تألف يعنون بنزعة الحضور القوي في ميزان العرف السياسي يحضر هذا تحديدا في البيت الشعي الذي يتفق على أواصر التماسك لكنه يتنافر على كسب المعادلة وتشكيل الحكومة التي شعر الإطار التنسقي في جديد العراق الديمقراطي أنه سيخسر ربما بيضة القبان في اختيار رئيس الوزراء الجديد لكن التقربة في أركان البيت الشعي أصبح مطروحا أيضا في حسابات الحقل والبيدر بما قد يغير التوازن بحسب احتمالات مبادرة قد تأخذ مجراها الصحيح وتقرب المسافة بين الإطار التنسقي والتيار الصدري صاحب الصدارة في الكتلة الانتخابية الأكبر المبادرة التي قدمها الإطار التنسقي قد تحل أول عقدة في منشار تصميم المرحلة الجديدة لكن تبقى العقدة الثانية المرتبطة كليا بخلافات السياسة بين القوى الفاعلة أي عقدة اختيار رئيس الجمهورية في الحالة تلك فإن الخوف جله يكمن في ذهاب العراق إلى فراغ دستوري هو في غنى عنه لما يحضر في ميدانه الأمني من جرائم واغتيالات ومن عمر الثلاثين يوما تتقلص الأيام الفاصلة بين التوقيت الدستوري وفراغه لذا فإنما يقابل الخوف هو التفاؤل بالبت النهائي من المحكمة الاتحادية للدعوة التي قدمها نواب ضد قبول ترشحه شير زيباري المرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني المتمسك بمرشحه تماما كما هو الاتحاد الوطني الكردستاني المتمسك برئيس الجمهورية الحالي برهم صالح كمرشحه الوحيد لمنصب الرئيس الجديد إذن تتجه الأنظر نحو مقر المحكمة الاتحادية لحلحلة القضية والاتجاه نحو التصويت الذي فقد حقه في جلسة سابقة بعد غياب ثلثي أعضاء البرلمان ذلك النصاب القانوني لاعتماد التصويت على منصب رئيس الجمهورية اشتركوا في القناة